طبعاً النهاردة كل جماهير الكرة في مصر أهلي وزمالك هيتابعوا مباراة القمة رقم 123 ما بين الأهلي والزمالك في الدوري طبعاً الزمالك صاحب النسخة الماضية أو صاحب لقب النسخة الماضية من الدوري ومنتاشي طبعاً بهذه النسخة ويمكن مستوى محافظ عليه بقاله فترة الأهلي يمكن مستوى مش مستمر على نفس الطريقة لكن مباراة القمة دايماً بيكون لها حسابات أخرى ودايماً بيكون خارج التوقعات الجديد في مباراة القمة رقم 123 بتنظمها الأول مرة الرابطة المصرية للمحترفين هيدير المباراة طاقم حكام مصري وكمان هيكون فيه جماهير وديه الأول مرة من فترة طويلة لا صوت يعلو فوق صوت القمة المرتقبة بين قطبي كرة القدم المصرية الأهلي والزمالك في القمة التي تحمل الرقم 123 بين الفريقين في إطار الجولة الثالثة من الدور المصري 2021-2022 والذي يقام لأول مرة تحت إشراف الرابطة المصرية للمحترفين التي تحرص على توفير كل الإمكانيات المتاحة لنقل المباراة وخروجها بالشكل المشرف الذي يليق بكرة القدم المصرية في ثوبها الجديد وبإمكانيات نقل وتصوير على أعلى مستوى ولأول مرة منذ فترة كبيرة تشهد المباراة حضورا جماهيريا للقطبين بعدد ألف مشجع لكل فريق مع توفير كل التسهيلات المتاحة لهم أملا في نجاح التجربة وحضور عدد أكبر من المشجعين لمتابعة مباراة كرة القدم في مصر في الوقت القريب إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة قررت تعيين ثلاثة مراقمين لمباراة القمة بين الأهل والزمالك والمقرر لها مساء اليوم على استاد القاهرة ويتعامل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك مع مباراة القمة باهتمام خاص وتركيز شديد باعتبارها بطولة خاصة ولذلك يركز في وضع خطة محكمة وسيناريوهات للوصول للفوز وحصد النقاط وفي المقابل فرض موسماني حالة الطوارئ في الأهل بعدما قرر دخول معسكر مغلق قبل المباراة بـ 48 ساعة كما فرض حظراً إعلامياً على كل اللاعبين وحالة من السرية على ميران الفريق الأحمر الجماهير المصرية والعربية تنتظر القمة والمباراة التي تحتفظ بأسرارها حتى موعد صافرة البداية بإدارة حكام مصريين بعد نجاح التجربة العام الماضي حالة نتكلم على الأسبوع الثالث من الدوري أعتقد أنه دي أول مرة يكون عندنا مباراة بين الأهلي وزمالك مبكرة كده في الدوري ما يكونش الموضوع محسوم دايماً كانوا بيتقابلوا وكل واحد فيهم عارف مكانه في الدوري وعارف يعني مين الأقرب للقب آه مباراة الأهلي وزمالك دايماً هي بطولة جوة الدوري لوحدها لكن مسألة برضو أنهم يكونوا داخلين المباراة ولسه الأهلي متصدر بستطنقات بفرق الأهداف لكن برضو مسألة أنهم يتقابلوا بدري ده حاجة جديدة شوية صحيح هدير وطبعاً كل الناس قاعدة النهاردة مستني يعايزين يشوف إيه لا يحصل النهاردة بالأهلي وزمالك يا جماعي يعني مفيش بعد كده كلنا خلاص قاعدنا واتفاقنا بقى مع أصحابنا هنشوف المتش فين يورد الجمعة كمان ففرصة ناس كتير أجازة يتفرجوا على المتش ويستمتعوا كمان المفروض أن الشنوي راجع من الإصابة في كلام على أنه يكون موجود النهاردة ونحن عارف سيكون مشترك أو مش مشترك في شركة بالا لسه برا خارج القائمة القائمة يعني هنشوف ونستعرض مع حضراتكم كمان طول الحلقة هنتكلم أكتر عن متش الأهلي وزمالك ونتابع مع حضراتكم التشكيل والتوقعات وكل الجديد في المتش إن شاء الله ونستمتع جميعا بمتش الأهلي وزمالك